بعمليتين نوعيتين في فيقار والبصرة المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تلقي القبض على سبعة متاجرين بالمخدرات وتفكك شبكاتهم المحلية ذات الارتباط الدولي عملية أفضت إلى ضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرات تمكنت وزارة الداخلية المديرية العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات في محافظة الذقار وفي محافظة البصرة والقبض على سبعة أشخاص إضافة إلى ضبط 22 كيلوغرام من مادة الكريستال ستراتيجية مكافحة المخدرات تقوم على بعد عملياتي لملاحقة تجاري ومروجي هذه السموم وآخر ستراتيجي يتعلق بتعاون إقليمي ودولي ما استوجب احتضان بغداد لمؤتمرات وفعاليات تعرف بالتداعيات السلبية الناجمة عن هذه الآفة انتهجت الأجزة الأمنية العراقية سيما مديرية مكافحة المخدرات فلسفة جديدة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات فقد انتهجت على مستويين المستوى السوق المحلي وهو متابعة ومكافحة هذه الجنيمة وهذه الآفة أما على المستوى الآخر هو المستوى الاستراتيجي الدولي بيد أن العراق لأول مرة وزارة الداخلية لأول مرة نجحت في توفير قناعة إلى هذه الدول الدول العالمية والدول المتاخمة بتسليم المراقب والمراقب هو المتابع من قبل أزة الأمنية العراقية وبالتوازي مع الجهد المفجول لمكافحة المخدرات محليا ودوليا شهدت الفترة الأخيرة تفعيلا لأحكام قضائية بحق مدانين بهذه القضايا ووفق القانون النافذ ذي الرقم 50 لعام 2017 أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر